مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة لتعلم اللغة التركية اليوم رح نحكي عن أدعتين أو كلمتين سهلة كتير مفيدة جدا ما فيها تعقيدات بس كلمات يعني ما فيها لواحق أبدا هنا الكلمتين كيبي وكدر كيبي وكدر اثنين تستخدم تقريبا للتشبيه لكن كلمة كيبي تستخدم أكثر للتشبيه بين شيئين أو شخصين أو أمرين أما كلمة كدر تعطي أكثر معنى المقارنة كيبي تأتي بمعنى مثل أما كدر تجي بمعنى بقدر أو بحجم أو كمان بمعنى مثل لكن للقياس تقريبا تجي كمان ممكن طبعا تجي للتشبيه لكن في فرق بسيط بين كيبي وبين كدر طبعا هي كلمتين سهلة نحنا نستخدمها بالجمل كمان تستخدم بعض الضمائر ما فيها أي تعقيد مثل ما قلنا ما فيها لواحق ما بتؤثر على أي كلمة قبلها أو بعدها لهيك نحنا رح نستفيد منها بس إنه نذكر جمل عنها ونبدأ مع الجمل مع كلمة كيبي أول جملة عنها مثلا منقول عائشة هارجيو يعني تخرج نحنا منقول أو تصرف النقود سو جيبي مثل المي بمعنى كتير بتصرف هيك بدون ما بتفكر جملة أخرى مثلا نقول هو ينام مثل الطفل كمان هي للتشبيه يعني كل شي بنستخدم معه جيبي بمعنى التشبيه جملة أخرى كماشير لري يقدم أنا غسلته الغسيل كماشير يعني الغسيل يقدم غسلت كارجيبي بمبياز أول دو كارجيبي متل التلج كاما ق velge مبالغة للصفة بياز بياز يعني أبيض كاما ك vedo utilis Kolado يعني ناصع البياض أول دو أصبح ناصع البياض كارجيبي متل التلج مثل كتير ناصع البيض كمان هاي جملة كتير بيستخدموها الاتراك يعني مثل المسك بمعنى انه كتير لذيذ كتير طيب كتير حلو هاي مستخدمة كمان عن اي مثلا عن الطعام عن الروائح عن اي شي حلو بنعمله ونقول هر شي هر شي كل شي كما اردتو مثل ما اردتو اصبحا يعني كل شي صار مثل ما انا بدي هاي صيغة جدا مهمة لكن لسه ما اخذناها لحد يعني لحد هاي اللحظة اللي ننزل فيها الفيديو لان هي لسه مو بالمستوى الثاني وبس ناخدها قريبا ان شاء الله كمان ناخد جملة عنها مثلا بقول مثلا انا لما حدا يجيب لي شغلة وانا كنت طالبة شي تاني فبقول هذا ليس كما اردتو وليس كما طلبتو او تلكي جيبي كورناز بي اعضم او تلكي جيبي مثل الثعلب كورناز خبيث بي اعضم هو رجل خبيث مثل الثعلب يعني هاي كمان جملة اللي بيستخدموه هون جملة اخرى ببين ياناك لره باموك جيبي يوموشاك ببين ياناك لره يعني خدود الطفل ياناك يعني خد ياناك لار خدود البيبي الطفل باموك جيبي مثل الباموك يعني القطن يومو شاك يومو شاك بمعنى خفيفة أو هيك نعمة مثل القطن هاي مثلا كمان ممكن نستخدم كلمة جيبي مع الضمائر مثلا بقول طبعا راح تجيك حصرا بعد ضمائر الملكية بان سنين جيبي أول ما كستميرم لا أريد أن أصبح مثلك أو استيرم أريد أن أصبح مثلك مثلا اون جيبي دوران ما لا تتصرف مثله تمام بتيجي مع الضمائر الملكية ما عدا الضمير اون لار ما منقول اون لار جيبي منقول اون لار جيبي ما بياخد لاحقة الملكية هون فمنقول مثلا اون لار جيبي كونوشما اون لار جيبي كونوشما لا تتكلم مثلهم يعني مثلا فبتضيفوها مثلا مع اي بعد اي ضمير ملكية بنيم جيبي مثلي سنين جيبي مثلك بيزين جيبي مثلنا سيزين جيبي مثلكم اونون جيبي مثله أو مثلها اون لار حصرا اون لار اون لار جيبي مثلهم كمان ممكن نستخدم جملة كتير لطيفة منقول ليس له مثيل ليس له مثيل يعني ما في مثله ننتقل أصدقاء إلى الجمل اللي نستخدم فيها كدار نشوف شو الفرق بينها وبين جيبي مثلا بقول لشخص بابام بابان كدار ياشلديل بابام والدي بابان كدار ياشلديل يعني والدي ليس ياشل بمعنى كبير بالعمر بقدر والدك هاي عم أحكي عن قدر أو حجم شيء أو انقياس شغلة معينة وهي مثلا العمر بابام بابان جيبي بابان عفوا بابان كدار ياشلديل جملة أخرى مثلا كتير كمان مستخدمة هاي الجملة دنيا كدار بور جمبار دنيا كدار بور جمبار أنا عندي دين أو علي ديون دنيا كدار بقدر الكون يعني بقد الدنيا نحن بنقول عندي ديون قد الدنيا أو ممكن نقول دا كدار بقدر الجبل يعني بحجم الجبل عندي ديون جملة أخرى ممكن نقول زر كدار أمرم دا ديالسن زر كدار أمرم دا ديالسن أمرم دا ديالسن يعني أنت لست مهم بالنسبة إلي يعني مو آخر همي أنت زر كدار يعني لست مهما بالنسبة لي ولو بمقدار ذر جملة أخرى سني يلضز لار كدار سيف دم سني يلضز لار كدار سيف دم أنا أحببتك بعدد النجوم بقدر النجوم يعني قد ما في نجوم أحببتك هون بقدر عم نحكي عن حجم أو قدر شيء وليس عن التشبيه آخر جملة معنا لليوم هي بان أونون كدار كيلولو ديلم بان أونون كدار كيلولو كيلولو يعني ذو وزن بمعنى أنا لست يعني وزني ليس بمقدار وزنه فينا نقول ششمان أكيد بتعرفوها الصفة سمين لكن ششمان بتقول للوزن الزائد زيادة يعني السمين عن جد أما لما الواحد عنده زيادة كم كيلو فبيقول كيلولو كيلولو يعني ذو كيلوات يعني أنهم سمين شوي بان أونون كدار بقدره كيلولو ديلم يعني لست سمينا أو لست ذو وزن زائد بقدره مثله يعني هاد هو أصدقاء دارسنا لليوم مثل ما شفتوا دارس جدا جدا بسيط هي كلمتين بس الفرق بينعتهم بسيط جدا بس نستخدمهم بالجمل ما بيأثروا على أي شي قبلون ولا بعدون مثل ما أحيانا بيكون عنا بيأثر على حرف صوتي أو شي لا كلمتين تستخدموهون ببساطة بس حبينا نذكر جمل طبعا كلمة كدار وكلمة كيبيتنين عاتون إلون كتير استخدامات حسب الشغلات اللي بتيجي قبلون كدار كمان إلها استخدام آخر بمعنى مثلا لما نقول إلى أن كذا ولحتى كذا كمان نستخدم كدار نذكرها فيديو قادم إن شاء الله ونذكرها بالتفصيل إن شاء الله تكونوا استفدتم من الدرس وإن شاء الله يكون سهل وبسيط وظلوا دائما بخير ومع السلامة